السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة الدقائق تقنية في فيديو جديد رمضان مبارك وتقبل الله من الصيامة والقيام الذين يبحثون عن هاتف خرافي في التصوير وبسعر في حدود 7 ملايين فأنت في المكان المناسب فهذا الهاتف يقدم مواصفات ممتازة تجعله من بين أفضل الهواتف في هذه الفئة وهو هاتف جوجل بيكسل 4XL سنتعرف على سعره مواصفاتي ولكن قبل البدء أرجو الشراك للقناة وتفعيل زر الجرس ودعمني نبي لايك لتحفظ لأن نقدم المزيد فهاتف جوجل بيكسل 4XL يأتي بتصميم ممتاز وبسيط حيث من الخلف ستجد كاميرتين داخل إطار مربع مع فلايش تونعي ومن الأمام ستجد ثقب أعلى يسار الشاشة والخامات المستعملة في الهاتف تأتي من الزجاج مع إطار من الألمانيوم والهاتف مدعم بطبقة حماية من نوع كورنون جريلا جلاس الجيل الخامس في كلا الجانبين أي ظهر الهاتف والشاشة وهذا لحمايته من الخدوش والصدمار وللأسف الهاتف لا يدعم منفذ 3.5 مليمتر الخاص بسماعات الأذن على العموم التصميم أنيق جدا ومع الخامات الممتازة سيكون أمر جيد بالنسبة لسعره حيث سعر نسخة 4.6 جيجا رامي دي 7.500.000 وبالنسبة لشاشة الهاتف فهي من نوع B OLED بحجم 6.3 إنش بجودة QHD Plus وبدقة عرض 3040x1440 بيكسل مع كثافة بيكسلات 537 بيكسل لكل إنش وأيضا الشاشة توفر استجابة لمس ممتازة بفضل دعمها لمعدل التحديث 90 هرتز وأيضا تدعم خاصية Always On Disability على العموم الشاشة سلطيق تجربة ممتازة عالية الدقة وألوان جميلة ووضوح قوي حيث تعتبر من أفضل الشاشات في هذه الفئة وأيضا الهاتف يأتي بمعالج قوي وراعد وهو سناب دراجو 255 بدقة تصنيع 7 نانومتر مع المعالج الرسومي Adreno 640 أكيد أن هذا المعالج سيعطيك تجربة أدام ممتازة وقد حصل على منصة أنتوتو على أكثر من 403 ألف نقطة ليكون بذلك من أفضل الهاتف بهذا السعر التي تعطيك تجربة أدام مميزة ويتوفر الهاتف بنسخة 64 جيجا 6 جيجا رام و 128 جيجا مع 6 جيجا رام ونأتي إلى أهم قوة في الهاتف وهي الكاميرا حيث من الخلف ستجد كاميرتين الأولى بدقة 12.2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.7 والكاميرا الثانية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي للطول فوتو ولعمل زوم حتى 2 إكس وتدعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي لتعود كاميرات جوجل بيكسل 4 إكس آل من أفضل الكاميرات حيث تطيق صور مذهلة وتفاصيل جيدة للعلم أن هاتف جوجل بيكسل 4 إكس آل ينافس هواتف سامسونج من النوت 10 والنوت 10 بلاس وأيضاً هواتف آيفون 11 واللحظة 10 برو ماكس أيضاً الذين يعشقون التصوير سيكون هذا الهاتف مناسب جداً بسعر 7 مليون وخمس مئة تلون وكاميرا السيلفي تاتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.0 حيث أن الكاميرات تصور الفيديو بجودة الفور كاي بمعدل التقال 30 إيطار في الثانية وبجودة الفور الأش دي بمعدل التقال 30 و60 و120 إيطار في الثانية وتصور أيضاً بجودة الأش دي بمعدل التقال 30 إيطار في الثانية والشيء المميز في الهاتف أنه يدعم صوت استيريو للحصول على تجربة صوتية مميزة الهاتف يدعم شريحة الاتصال ولا يدعم تركيب الذاكرة الخارجية ويأتي بنظام أندريد 10 كما يمكنه الترقية إلى نظام أندريد 11 ولأول مرة لا نجد مستشعر البصمة لهواتف الأندريد حيث استبدلت جوجل بذلك بتقنية التعرف على الوجه فهي سريعة جداً حيث تعتبر هذه الطريقة أكثر أماناً هاتف بيكسل 4XL يأتي بطارية بحجم 3700 ميلي أمبار ما دعمه للشحن السريع بقوة 18 وار وهذا هو العيب الوحيد تقريباً من أبرز عيوب البيكسل 4XL لأنه من حيث الآداء ستجد أن شاشة الهاتف تدعم وعدل تحديث عالي ودقة عالي لذلك سيؤدي إلى استهلاك البطارية ولكن يمكنك التنقل بين 90 و60 هرتز للحفاظ على عمر البطارية على العموم هاتف جوجل بيكسل 4XL يقدم مواصفات ممتازة معالج قوي يؤدي أداة جيد وشاشة عالي وكاميرات ممتازة جداً أي بسعر 7500 تلف سيكون خيار ممتاز خاصة لعشاق التصوير سيكون هذا الهاتف صفقة ممتازة للعلم أن سعره بالدولار نسخة 64-6 جيجا رام يدير حوالي 580 دولار وفي الأخير أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعم إذا بلايك لتحفظه لأن نقدم المزيد إلى اللقاء زي المشاهدين